ولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة بمختلف قراها اعتمد الأهالي في زراعتهم بشكل خاص على الأفلاج التي تشتهر بها هذه الولاية أموال أوقاف وأموال مساقيد أموال أكفان أموال أيتام كلها يعني باقية بزمارة خيل فطالبنا الحكومة وطالبنا الوزارة على أساس أنه يعني سوين بير مساعد لهذا الفرق بدون قدوة بدون أي فائدة يعني هذا الفلج مات علينا تقريبا من ستة شهور وسبعة شهور ودائما نطالب أن نبغى مساعدة الفلج الشلي بالذات الفلج الشلي والأموال تعبانة ما الأوقاف وما المساقيد وما المواطنين عادة المواطنين خل بر عادة شيء من الأموال نزاحا بالموت الفترة الأخيرة شهد فلج الشلي وهو أحد أشهر أفلاج الولاية جفافا تاما منذ ما يقارب من عام مشاهد هذا الجفاف للنخيل والمزرعات بدت واضحة للعيان متطلعين إلى تدخل الجهات المعنية في إيجاد مصادر بديلة أنا عاصرت صح المنطقة هذه بطول عمري موجود في هذه المنطقة وكانوا يزرعوا القد وكانوا يزرعوا جميع الأشياء الفواكه والخضرة من هذا الفلج وما مات الفلج نطالب من 2002 وقبل 2001 كل ما سونا رسالة يقولوا بيجيكم الرد كل ما عملنا رسالة بيجيكم الرد الآن كما تشاهد الآن توانكسة معاملين ونجيب تنكر والتنكر يوصل بخمس ريال ما يشق ثلاث نخلات المزرعات حتى ما نقدر نخطف هناك من المحل وهذا كان هذا الفلج غيزين ومن غيزين توحنا نبغى لغيز واحد آخر فلج الشلي والذي يغذي أجزاء واسعة من مزارع الولاية لم يعد كما كان في انتظار أن يتم حفر آبار أو إيجاد مصادر أخرى للمياه قبل أن يجف ما بقي من هذه النخيل والمزرعات إذن من هنا يتطلع أهالي ولاية وادي المعاول إلى حفر آبار مساعدة سيمكنهم من ري هذه المساحات حتى يعود البصاط الأخضر كما كان عليه سابقا سعود بن سعيد المعولي ولاية وادي المعاول محافظة جنوب الباطن